برنامج في دارة الخطر يأتيكم هذا الأسبوع من هامبوغ حيث يتسلم الأمير العام للأمم المتحدة بنكيمون جائزة لاستدامة لألمانيكا ولاية بنكيمون ستنتهي بعد أسبوع قليلة ثم إرثه الذي سيتركه في هذه المنظمة الدولية وفي أي حال ستكون الأمم المتحدة بعد خروجه من منصبه السيد الأمين العام مرحبا بك في دائرة الخطر بعد بضعة أسبوع ستغادر منصبك كأمين عام للأمم المتحدة الذي شغلته طيلة عشرة أعوام مجلة The Economist كتبت إن فترة ولايتك كانت الأسوأ في تاريخ الأمم المتحدة هل توافق على ذلك؟ لكل شخص الحرية في أن يعبر عن رأيه تباين الأراء الطبيعي بين سبعة مليارات شخص لذلك أسألك عن رأيك لا أوافق على هذا الحكم طبعا فترة ولايتي سيقيمها المؤرخون لست أنا من يعلق عليها لكنني أستطيع القولة إنني كرست كل وقتي وطاقتي وعواطفي واهتمامي لمعالجة عدد كبير من التحديات بدءا من مكافحة الفقر مرورا بمساعدة الناس الذين يموتون فقط بسبب أمراض يمكن القضاء عليها ووصولا إلى محاولة حل العديد من النزاعات نعم ولكن في النهاية نحن ننظر إلى النتائج فلننظر إلى حالة العالم الآن تغير مناخية حروب كثيرة إرهاب وتطرف إنها صورة قاتمة أليس كذلك؟ الوضع الذي نشهده في العديد من الأماكن هو وضع مقيت ومخيب في سوريا كل ما يحدث في حلب يثير الصخط والإشمئزاز لقد قتل الكثير من الناس واضطر كثيرون آخرون لمغادرة بلدهم إضافة إلى ذلك هناك مناطق أخرى تعاني لكنني في الوقت نفسه لم أفقد الأمل بأننا نتحرك في الاتجاه الصحيح مع التزام جامح يطمح لتحقيق الكثير مثلا مع جندة عمل برنامج التنمية المستدامة 2030 واتفاق المناخ الذي حققنا الآن خطوة كبيرة بجعله يدخل حيز التنفيذ في الرابع من أكتوبر فهذا الاتفاق سيصبح فاعلا في يوم الرابع من نوفمبر 22 وهذه كلها التزامات ورؤى تدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح أنك تتحدث عن النجاحات ولكن دعنا نتابع الحديث عن الأمم المتحدة هناك مشكلة منهجية في أذار استقال السيد أنتوني بانبيري مساعد الأمين العام للدعم الميداني وقد تحدث عن تنظيم فاشل وقد عنا بذلك أن الأمم المتحدة لا تستطيع القيام بمهماتها هل تشعر بأنك مسؤول عن ذلك؟ بالطبع هناك أمور يمكن للأمم المتحدة أن تحسن فعاليتها فيها أنا أعرف ذلك جيدا ما هي هذه الأمور؟ هل أخبرتني ببعضها؟ يمكن توجيه النقد للأمم المتحدة وللأمين العام ولكن عندما تقدم الدول الأعضاء بعض المساحة والمال والمرونة للأمين العام للأمانة العامة فيمكننا أن نصبح أقوياء إذن ليس هناك دعم كاف لا نتلقى الدعم الكافي بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية كما أن التمويل الذي نحظى به غير كاف وهناك أيضاً انقسام بين الدول الأعضاء لدينا 193 دولة وفي الحالات الطبيعية لكنك موافق على أن المشكلة ليست اقتصادية فقط الدعم السياسي أيضاً ليس كافياً بالطبع ليس هناك دعم سياسي لو كان هناك دعم سياسي متماسك وقوي من قبل الدول الأعضاء لكانت قوة الأمانة العامة والأمين العام كما نريدها أن تكون شهدنا العديد من الانقسامات على سبيل المثال العديد من الناس محبطون لكون الأمم المتحدة عاجزت عن حل الأزمة السورية على مدى الأعوام الستة الماضية أولاً الشعب السوري منقسم إلى قسمين القوى الإقليمية في الشرق الأوسط منقسمة ومجلس الأمن كان منقسماً معظم الوقت خلال هذه الأعوام الستة وهذا لا يترك مجالاً كبيراً للأمين العام أو للمبعوث الخاص لحل الأزمة قد يكون الأمر كذلك ولكن كما ذكرت علينا التحدث عن سوريا لقد قلت إن حلب هي أسوأ من مذبحة الوضع هناك هو نتيجة خمسة أو ستة أعوام من الفشل المذابح هناك هي جزء من إرثيك أنت جزء من نظام وأنت ربما مسؤول جزئياً عن ما يحصل هناك لا أريد التهرب من مسؤوليتي كأمين عام ولكن في الوقت نفسه علينا النظر إلى الواقع ولماذا حدثت الأمور على هذا النحو هناك انقسام شديد في الإرادات السياسية أولاً لم توافق الحكومة السورية على اقتراح تشكيل الحكومة الانتقالية الذي اتخذ في عام 2012 وأعيد تأكيد عليه من قبل مجلس الأمن ومجدداً من قبل المجموعة الدولية الداعمة لسوريا لذا يجب أن تكون هناك وحدة راسخة في الإرادة السياسية هل تدرك أنه يوماً بعد يوم أن الناس يموتون الأطفال يموتون وأن القتلى والتعذيب لم يتوقف منذ ألقيت خطابك أمام الجمعيات العمومية للأمم المتحدة في الشهر الماضي لا أحد ينسى لا أحد لقد تحدثت كأمين عام من أجل إثارة وعي السياسيين والوعي بمسألة حقوق الإنسان وكرامته ولكن بعد فوات الأوان الناس لم يكونوا متحدين وكان لكل شروطه بشكل متأخر وبصوت منخفض لا ليس متأخراً لقد رفعت صوتي وتحدثت منذ البداية عليك أن تعلم ذلك لقد فشلت الأمم المتحدة في سيربرينيتسا ودافور واندا وفي حلب والآن مجدداً حلب فما الحاجة إلى الأمم المتحدة بعد الآن؟ لو لم تكن الأمم المتحدة موجودة لكان الوضع أكثر مأساوية وأكثر دموية لماذا؟ هل ستكون أكثر دموية من حلب الآن؟ طبعاً كان علينا التدخل باكراً وكان علينا منع ما حدث في سيربرينيتسا كما كان علينا منع لبادة في رواندا وحلب؟ إننا نبذل أقصى ما في وسعنا في حلب الولايات المتحدة وروسيا أيضاً تبذلان الجهد روسيا تسعى جاهدة للسلام؟ في الوقت الحالي أصبحت العلاقة بين أمريكا وروسيا حساسة قليلاً لقد طلبت من كاري ومن الجانب الروسي إعادة فرض وقف إطلاق النار كي نتمكن من تقديم المساعدة الإنسانية والإنقاذ لقد كنا نقدم القليل جداً لا بلل حد الأدنى الممكن أكثر من خمسة ملايين شخص موجودون في مناطق محاصرة أو يصعب دخولها وقد أنزلنا مساعدات من الجو لأكثر من مليون شخص نحن نبذل قصارى جهدنا في ظل ظروف صعبة جداً حسناً هذه النقطة أتفهمها بعض الشيء ولكن هل لا سمحت لي أن أذكرك بالمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة؟ إنها عبارة عن تعهد ينص على التالي هدف هيئة الأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدولي وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم والإزالتها وتقمع أعمال العدوان الأمم المتحدة لا تلتزم بمبادئها قد يبدو من السهل القيام بدور الأمين العامة لكن ينبغي أن لا ننسى أن هناك 193 دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة عندما تكون هناك 50 دولة فالأمر مختلف جداً عما هو عليه الحال عند وجود 193 دولة في أي شركة أو منظمة هناك حجم معقول لأعضاء الإدارة وفي الأمم المتحدة يبدو أيضاً أن كل دولة عضو تعتقد أنها هي رئيسة المجلس الوضع منقسم جداً وفكرة اتخاذ القرارات بالإجماع مع أنها مثالية وجيدة إلا أنها تكون شبه مستحيلة مع 193 عضواً خاصة عندما يكون هناك نزاع أنا مستاء جداً من الطريقة التي يتعامل بها بعض الزعماء مع هذه المسائل ما قلته أيضاً في خطابك أمام الجمعية العمومية هو ومعنا اليوم في هذه القاعة ممثلنا عن حكومات تجاهلت وسهلت ومولت وحتى خططت ونفذت الجرائم التي اقترفتها جميع أطراف النزاع السوري بحق المدنيين السيد الأمين العام من قصدت بذلك بالتحديد؟ أفضل عدم ذكر أي زعيم الآن ولهذا أسألك الآن فيما يتعلق بالأزمة السورية أعتقد أنه من غير العادل ومن غير المقبول أن يتعلق مستقبل البلد بمصير رجل واحد بمفرده بل أن يكون تشكيل الحكومة الانتقالية هو الأساس إضافة إلى أن مستقبل شخص محدد كالرئيس الأسد لا يجب أن يعيق هذه العملية على مدى الأعوام الستة الأخيرة هل تتهم الأسد بالقتل الجماعي؟ هذا أمر يحدده ويقرره مجلس الأمن أنت الأمين العام للأمم المتحدة صحيح أنه تسبب بفشله في القيادة في مقتل عدد كبير من البشر اتقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص لكن في الوقت نفسه من المهم أنه بدلا من أن نركز على مستقبل شخص واحد فقط أن نجد حلا سياسيا دعنا نتحدث عن حل المشكلة مجددا أنت كنت تقول إن منهم في الأمم المتحدة من ممثلين وحكومات يسروا وخططوا ونفذوا فضائع من قصدت؟ هل قصدت الروس؟ ماذا عن روسيا؟ طلبت عدة مرات من مجلس الأمن إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أي أنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أن تقدم حكما قانونيا وقضائيا بهذا الخصوص تقصد روسيا؟ كلا أقصد نظام الأسد استراتيجيا؟ نعم أم لا؟ لست هنا لتحديد أي شيء فروسيا عضو في المجموعة الدولية الداعمة لسوريا وكانت تعمل مع الأمريكيين أعتقد أن الوزيرين لوفروف وكيري عملا بجد على هذه المسألة لكن للأسف ولأسباب متعددة لأسباب سياسية توقف العمل بانسجام بينهما حالياً وأنا أحث القادة على القيام بذلك ولذا يجب أن لا تكون هناك اعتبارات سياسية بل يجب أن تحل هذه القضية من خلال الحوار السياسي وبمشاركة الأطراف المعنية لماذا من الصعب جداً القول بأن روسيا تدعم نظام الأسد استراتيجياً وعسكرياً وفي القتل الجماعي لشعبه هل لأن لروسيا حق الفيتو في مجلس الأمن؟ لهذا السبب أطالب بتوحيد النوايا داخل مجلس الأمن وتحديداً فيما يتعلق بالدول الخمس الدائمة العضوية والتي تمتلك حق الفيتو لكن روسيا باعتبارها أصبحت طرفاً في هذا الصراع ولكونها تمتلك حق الفيتو أيضاً تعرقل العملية من الناحيتين أم أنك تريد من روسيا أن تعترف في الأمم المتحدة بأنها جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل؟ باعتبار الأمين العام للأمم المتحدة فأنا لست هنا ليحدد من على خطأ ومن على صوابه فمجلس الأمن هو الذي يفترض أن يكون مسؤولاً عن السلام والأمن العالميين هذه ليست أحد المشاكل بل تناقص الاحترام تجاه الأمم المتحدة وأن لا أحد يتفوه بشيء في الحقيقة وأن الأمم المتحدة دبلوماسية إلى حد كبير بحيث لا يحصل أحد على أي حجاجة حتى من الأمين العام حول الإبادة الجماعية في حلب فلا أحد مسؤول لا أحد يقول شيئاً ربما سوريا المسؤولة وربما تكون روسيا نظام العدالة الدولية المعني هو الذي يجب أن يتخذ قراراً قضائياً بهذا الشأن عليك أن تفهم دور الأمين العام وما أقوله باعتبار صوت الضمير البشري فأنا أتحدث دوماً علناً عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان فتلك يجب أن تكون من أولوياتنا القصوى أي أن نحافظ على حقوق الإنسان وعلى الكرامة الإنسانية لهؤلاء البشر وفيما يتعلق بالقضية السورية فكما قلت هناك ثلاثة أطراف الشعب السوري والقوى الإقليمية ومجلس الأمن وتواجد تلك الأطراف في آن واحد شكل تربة خصبة لنمو تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المتطرفة لذلك يعاني الناس من هذا الأمر ربما نحتاج لإصلاحات داخل مجلس الأمن أيضاً هل تعتقد بأنه يجب أن يكون في مجلس الأمن عدد أكبر من العضاء الدائمين كألمانيا على سبيل المثال؟ إنها من ضمن الأفكار المطروحة بأن دولاً مثل ألمانيا والهند أو البرازيل واليابان وغيرها يجب أن تمنح العضوية الدائمة في مجلس الأمن لكن هذا جزء من معادلات عديدة والدول الأعضاء تتبحث حول هذا الأمر منذ عقدين على الأقل إذن ما رأيك أنت؟ أعتقد أنه مع أخذ التغيرات المحورية التي حدثت بعين الاعتبار وتلك التي تحدث في العالم في القرن الحادي والعشرين من الطبيعي أن ترغب الدول الأعضاء في أن يكون مجلس الأمن المنظمة التي تأخذ على أعطيقها المسؤولية الكبرى للسلام والأمن العالميين أي أن تتحلى بقدر أكبر من الديمقراطية والشفافية وأن تكون ممثلة لشرائح أكبر لكي تستطيع أن تعالج القضايا المتعلقة بالسلام والأمن في العالم لكن للأسف الدول الأعضاء لم تتمكن من الاتفاق على أي شيء بما في ذلك الحجم أو التركيبة وعلى أي نحو يجب أن يتغير مجلس الأمن لكن هناك أشياء تقررت بالفعل ومجلس الأمن يعاني من مشاكل تتعلق بالثقة كما ذكرت ومشاكل كبيرة تتعلق بمصداقيته فحتى عندما كان يشتبه في ارتكاب السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبها بالإضافة إلى جرائم حرب في اليمن إلا أنه سمح لهذه الدولة رغم ذلك بأن تظل عضوا في مجلس حقوق الإنسان يلها من سخريات ونفاق أليس كذلك؟ حسنا هذا هو قرار الدول الأعضاء وليس قرار الأمين العام لكنك تمثل الأمم المتحدة لقد سمعت الكثير من الانتقادات حول هذا النوع من القضايا عندما تم انتخاب بعض الدول التي يعتقد بأنها انتهكت بالفعل أو لم تحترم حقوق الإنسان لتكون عضوا في مجلس حقوق الإنسان وأحيانا إذن ما الذي يكشفه ذلك عن المنظمة التي تدعي بأن الأولوية هي لحقوق الإنسان؟ وفي الوقت نفسه هناك مثال آخر في الثالث من يوليو طلبت منظمة العفو الدولية من مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في مصر بسبب حالات التعذيب والاحتجازات التعصفية والاعتقالات العشوائية وفي الثامن من يوليو أي بعد مرور عدة أيام فقط على ذلك حلت مصر محل السعودية كرئيس للمجلس الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان إذن لابد أنك تمزح عندما تتحدث عن حقوق الإنسان أنت تعلم بأن مجلس الأمن يتألف من جميع الدول ذات السيادة وفقا للميثاق فجميعها معترف بها ويتم انتخابها لمنظمات محددة وهذا قرار الدول الأعضاء أنا على علم بجميع الانتقادات لكن في الوقت نفسه أكن التقدير لكل هذه الانتقادات من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان أيضا والمنظمات غير الحكومية التي تعبر عن قلقها وأمل في أن تأخذ الدول الأعضاء القضايا التي تقلق هذه المؤسسات المدنية على محمل الجد وأن تحترم قلقها على مبادئ حقوق الإنسان أتمنى أن تنصت الدول الأعضاء لهذه الأصوات بعناية شديدة إذن انصحهم الآن بالاستماع إلى نصائحك هل قدمت لنا النصيحتين الأهم كي ترتفع مصداقية مجلس الأمن في المستقبل؟ نصيحة الأولى هي كما أخترت الجمعية العامة الشهر الماضي في تقرير نهائي للجمعية هي أنه على الدول الأعضاء أن تعيد النظر في الطريقة المثلى التي يجب اتباعها لتلبية توقعات المجتمع الدولي وفيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار هناك خلط بين الاتفاق والإجماع فإذا كنت تريد حقا إدارة عملية اتخاذ القرار لدى الأعضاء المئة والثلاثة والتسعين فحتى عندما يكون هناك إجماع تام تقريبا باسم الاتفاق أعلم أنه ستظل هناك قضايا تنتقد ولن تتمكن من اتخاذ أي قرار وسيكون هناك باستمرار انقسام وهناك دول معينة تختبئ وراء عملية اتخاذ القرار هذه نصيحة الأولى أما نصيحة الثانية فهي أنه على الدول العضاء إظهار قدر أكبر من التعاطف في الكثير من الحالات يقوم الناس بإظهار المشاعر لكن عندما يتم إظهارها فإنك لا تعرف كيف ستترجم تلك العاطفة لذلك فالعاطفة يجب أن تكون مصحوبة بالقيادة التي تتعاطف وتتفهم فهناك خمسة وستون مليون شخص ممن يحتاجون مساعدتنا من لاجئين ومهاجرين وهناك في هذه اللحظة مائة وخمسة وثلاثون مليون شخص ممن يحتاجون لمساعدة يومية أي مساعدات إنسانية هذا ما يجب أن تقوم به الأمم المتحدة لكننا نعاني من نقص حد في التمويل سؤال الأخير هل الأمم المتحدة مجرد ذريعة؟ وهل تشكل أنت بحكم منصبك ذريعة لجرائم هؤلاء الذين لم يحترموا حقوق الإنسان وقتلوا البشر ولم يحترموا احتياجات اللاجئين؟ نحن نكون أول من يستجيب وأول المساعدين والمنقذين لهؤلاء البشر الذين هم في حاجة للدعم نحن نحاول أن نوفر لهم الدعم لإنقاذ حياتهم من خلال الحماية الإنسانية أو الأمنية أنا مدرك أن هناك نقصا في الدعم أو في سرعة الاستجابة أحيانا لكن عليك أيضا أن تتفهم الظروف الصعبة فهناك العديد من العراقيل السياسية التي تصعب علينا عملنا وأنا أطالب الدول الأعضاء بالالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان وأقيم الأمم المتحدة وفي نهاية المطاف الأمم المتحدة موجودة من أجل البشر ونحن نقدم خدماتنا للبشر حول العالم سيد بنكيمون شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا بكل سرور شكرا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك